مؤتمر باريس للسلام كان حصاد هذا المؤتمر الذي اتلقى أكثر من 900 مقترح من مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية والتي انصبت في مجال تعزيز التعاون الدولي وقضايا السلام بمختلف ألوانه ولم تكن مملكة البحرين بمنأة عن ذلك حيث روجت مبادرات مملكة البحرين ومشروعاتها تلك التي تتعلق بالحوار والتعايش السلمي في شتى الجلسات العامة مبارك لمملكة البحرين على تأسيس مركز الملك حمد للتعايش السلمي لقد جاء المركز في وقت مناسب وبعد حاجة ملحة كنت للتو يتحدث عن السلام ومع احترام الشديد فالسلام شيء من المستحيل الوصول إليه إلا من خلال الحوار والتعايش السلمي فهذا سيمكن الناس من العيش في حياة طبيعية وسيمكنهم من الحصول على حياة خالية من المخاوف والقلق أود التأكيد على مقولة جلالة ملك البحرين في إعلان مملكة البحرين للحوار العالمي أن جهل عدو للسلام فالجهل في كل شيء يولد الصراعات والقلق بين الشعوب منذ غرونا عديدة وأنه بالحوار والتعرف على آراء معتقدات الآخرين يسهل أمر التعايش ويزرع السلام في كل مكان نعم محاربة الجهل هو أفضل حل للسلام إن إعلان ملك البحرين قد لامس قلوبنا من الناحية الدينية وحتى في مجال التنمية المستدامة نحتاج لمثل هذه المشاريع الإنسانية لمحاربة التطرف لأن الصراعات اليوم أصبحت منتشرة في جميع أنحاء العالم فنحن في حاجة لاستخدام أسلوب التعايش الديني هذا هو الحل الأمثل لتلك المشكلات واليوم نحتاج لقيادة حقيقية كما نرى الآن في مملكة البحرين لنصل إلى أهدافنا السامية إعلان مملكة البحرين ورؤية جلالة الملك المفدى فيما يخص الحوار والتعايش السلمي كان محط إشادة من مختلف الحضور وقد حظي بمتابعة أكبر عبر اللقاءات الثنائية والحوارات الجانبية جلالة الملك وتخصيصه هذا الجهد وهذا الاستثمار في موضوعات الحوار هو استثمار جيد في المكان الجيد الذي يحتاج إليه ليس فقط تحتاج إليه المملكة ولا المنطقة الخليج ولكن المنطقة العام والأكبر المنطقة العربية الشرق الأوسط والعالم مملكة البحرين دولة ودودة وتمتلك سمعة طيبة في روسيا وروسيا تتشارك مع دول الخليج وتشاهدها على أنها مصدر مهم في النواحي كافة أتمنى النجاح التام لمبادرة تأسيس مركز الملك حمد العالمي للحوار والتعايش السلمي في منطقة الشرق الأوسط وجميع الأقاليم يذكر أن مملكة البحرين دشنت كرسية الملك حمد الأكاديمي مؤخرا لتشجيع الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بالتعددية وقبول الرأي الآخر وهذا ما جاء موائما مع أهداف المؤتمر في كيفية مواجهة تصاعد التوترات في العالم المعاصر بحضور آلاف المشاركين من مختلف دول العالم هنا تزاحمت المشاريع والأفكار من أجل سلام حقيقي وقد سبقتها مملكة البحرين في رؤيتها التي جسدتها واقعا من خلال إعلانها وعبر مركز الملك حمد وكرسي الملك حمد للحوار الديني والتعايش السلمي لتلفزيون البحرين صالح يوسف من العاصمة الفرنسية باريس